اهلا بكم المتأمل في قصة خروج بني اسرائيل من مصر الى الارض المقدسة بيتأكد تماما ان بني اسرائيل منهم المؤمنون واكثرهم الفاسكون وكل فصول قصة بني اسرائيل بتبتدي بانعام من الله عز وجل ثم جحود من بني اسرائيل فيأتي الاقابر الرادع من الله عز وجل واول مجموعة من النعم كانت انجاء بني اسرائيل من آل فرعون واغراق آل فرعون ثم ذهب موسى للقاء ربه ليأتي لبني اسرائيل بالطورة نورا وهدايا لهم كل دي نعم فماذا فعل بني اسرائيل كان جحود النعم عبد العجل فكان الجزاء الرادع فاقتلوا انفسكم والموضوع تقرر تاني اختار موسى عليه السلام من قومه سبعين رجلا من خيارهم للقاء ربهم للاعتذار اليه من عبادة العجل فماذا فعل هؤلاء السبعون قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فكان الجزاء الرادع فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ولما قادهم موسى عليه السلام للأرض المقدسة كل الأحداث دي حصلت مع الرعيل الأول من بني اسرائيل اللي كانوا في مصر وخرجوا مع سيدنا موسى عليه السلام وماتوا جميعا في التيه مع عدى رجلين منهم سيدنا يوشع بن نون أما الجيل الجديد فترب على إيد الأنبياء سيدنا موسى وسيدنا هارون وبعد كده سيدنا يوشع بن نون ملهوش الحجة اللي كانت عند الرعيل الأول لم يعاني من الامتهان والذل اللي عاشوا الرعيل الأول من بني اسرائيل وقادهم سيدنا يوشع بن نون للدخول إلى الأرض المقدسة واستطاعوا الانتصار في كل معركة على الكنعانيين حتى وصلوا إلى أسوار أرشاليم اللي هي الكدس قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الباب هو أحد أبواب بيت المقدس ويسمى باب حطة ومش محتاجين نقول أن كل دي نعم من الله عز وجل فتح ونصر قال الله لهم ادخلوا القرية وكلوا منها رغدا حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فيغفروا الله لهم ويزيد المحسنين فماذا فعل بني اسرائيل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فغير الجائرون والضالون والمعتدون من بني اسرائيل قول الله وحرفوا القول والفعل فبدلا من الدخول سجدا لله عز وجل دخلوا يزحفون على ظهورهم وبدلا من أن يقولوا حطة أي مغفرة قالوا حنطة أي حبة قمح وما هذا إلا سفاها واستهان بأمر الله عز وجل فكان الجزاء الرادع والعذاب الأليم من السماء بما كانوا يفسقون ويخرجون عن طاعة الله عز وجل قال الشيخ الشعراغي رحمة الله عليه ليس هناك عذر للمخالفين من بني اسرائيل فالتكليف غير شاك وليس فوق طاقة البشر فلا عذر لهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا كانت معصية الرعيل الأول من بني اسرائيل هو الذل والخضوع ورفض الدخول إلى الأرض المقدسة فمعصية الرعيل الجديد هو الكبر وأنا بتأمل في موقف بني اسرائيل عند باب حطة لبيت المقدس تذكرت الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه فأمر الله عز وجل لبني اسرائيل أيصر من ارتكابهم للمعصية ومخالفة أمر الله عز وجل فالدخول سجدا بكل حال هو أيصر من الدخول على الظهور زحفا وقول حطة أيصر من قول حنطة فلماذا المخالفة؟ بسبب الكبر ما ينفعش الأمر الإلهي يقولك إن صلاة الظهر أربع رقعات والمغرب ثلاث رقعات فتقول لا أنا هصلي الظهر ست رقعات والمغرب خمس رقعات وخلي بالحضرتك من حاجة مهمة جدا الزيادة في الدين والابتداء في الشريعة خطر عظيم وضرر شديد ده اللي يزود حرف واحد على كلمة حطة وخلها حنطة كان له رجز من السماء فما الحال بمن يبتدع ويزيد في الدين ويغير من صفات المعبود واحذر أخي الكريم أن يفتح الله لك باب طاعة ورحمة فتفرط فيه وطبعا مش محتاجة أقولك إن في الهبادة لازم نلتزم باللفظ اللي ذكر في الكرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة وفي نفس الوقت لازم نحفظ لسنة عن كل شيء غير الطاعة وفي سؤال مهم هل كل بني إسرائيل عاصوا الله عز وجل أم طائفة منهم ده نعرفه من سورة الأعراف السورة المكية الآية 162 قال تعالى فبدل الذين ظلموا منهم منهم تفيد البعض وإذا كان ده حالهم وقت الإنعام فما بالكم بحالهم وقت البلاء والشدة ورجزا جاءت نكرة تفيد التهويل والتعظيم وإذا كان لبني إسرائيل باب حطة فلنا أيضا باب حطة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيت فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك بحسن الاقتداء بهم طبقا للكرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة جزاكم الله خيرا